فقد الشيء لا يعطيه؟ يعني هي مش عايز تخلف عشان تدي الحنان ده؟ بصي النظرية دي تختلف على حسب الشخصية فيه فقد الشيء يعطيه ببزخ وفيه فقد الشيء لا يعطيه على حسب برضو هي من جواها حنينة طبعاً الأب عرف يزرع الحنية جواها عرف يحتويها عرف يعمل الحاجات دي كلها ولا لا لو الأب عرف يعوض الحاجات دي ممكن تلاقيها حنينة بس هي مش عايزة تتجوز ده هي تعقدت خلاص هي قرتي تعقدت يعني قالت لك إيه أنا أقرب حد ليا كان مفودي الديني الأمان والحنين استغنت عني فالزوج اللي حيجي إن هي خلاص حسن بالفراء وخلاص الزوج اللي حيجي ده مش هيعوضني عن الحنان ده وفي نفس الوقت هي خايفة من حتة الأمومة طب ما ممكن يطلع زي باباها ويطلع كويس وسنة دو ده هي خايفة من حتة الأمومة اللي ما حستهيش يا ما حستش بحنان الأم مش هتعرف تدي ده الحد أو خايفة إن يجي وقت إن هي حد يتحط في الوضع اللي هي تحطت فيه مش إن هي اللي تبعد لأ ممكن يحصل انفصال ما بينها وبين الأب إن الأب ياخد ابنه أو بنته إن هي تنفصل عن الطفل ده فهي حتة عدم وجود الأم عميت لها عقدة عقدة نفسية مش قادرة تبقى أم بس عايز عرف ليل واحد مايروحش يعني ما ميجي مثلا يقولك إيه هنروح يومين البلد نغير جو نشم هوا نظيف ناكل فطير ناكل أكل صحي تعيد فكري كده ناكل بسمن البلدي حتى لو كانت بتتخم بس إتماسكحية عن اللي احنا مناكله هي ما فكرتش إن هي ممكن تاخدها من ناحية ناحية علاجية وتروح لما ميتها ناحية هي مش شايفة أم هي مش شايفة أم خلاص ومش عايزة حتى تتعالج يعني مش شايفة نها هي بعد وفاة الأب هي كان بتتحيل عليها إن هي محتاجاها والأم برضو كانت بتتعامل بغبئة بأنانية خلاص أنا وقت ما احتاجتك فأصعب فترات حياتي أنت تخليتي عني دا إكرام فيها الخير إن هي ما نسيتش ما ميتها ولسه بتكلمها على حد لأتيني يعني كويس إن هي بتكلمها فعلا لأن في حالات بتقطع ما بتقبلش أي أعذار خلاص أنت يعني تخليتي عني في عزة احتياجي ليكي جاية دلوقتي لما أنت احتاجتيني عايزيني فالوضع صعب يعني هي صعبة مع إكرام قوي وانا صعب أنا علي الأم برضو لأن هي عملت جدل طب الأم ممكن نغير فيها أي حاجة فات خلاص فات زمن التغيير خلاص دلوقتي جيتي وقت احتياجك ليها كان الوقت تقدري تغيري بعد وفاة الأب كان ممكن الأم تروح تحتوي بنتها وتقرب منها وتعوضها بقى على وجود الأب دا حتى لما إكرام كانت بتكلمها تقول لها لا أنا مش جغولة فيلي أنا يعني أنت ملكيش حجة دا تليفون يعني حتى محتوى تهيش بالتليفون طب إكرام ممكن نغير فيها حاجات إكرام أنا لو ححب أكلمها دي أصعب حاجة فإكرام أقول لها يعني هو البر لو أنت تقدري عليه دا سوابك عند ربنا كبير لو أنت تقدري عليه لكن لو أنت مش قادرة عليه أنا مش حارة فأقولها تعمل إيه طب مع جملة عمري راح أنت بتسديني في حاجة اسمها لعمر راح؟ هو العمر ما راحش بس هي عمي حسيتش فيه فهي شافت فأحلى فترات حياتها عدم وجود حنان وأمان بالنسبة لها طب إمتى إلهام بنقول لعمر راح؟ إمتى ممكن أقولها؟ مسموح لي أقولها؟ بسي هو أنا دايماً طول بقول طول ما إحنا موجودين في الدنيا وبنتنفس أنا بقول لعمر ما راحش تقدر تعود حاجات كتير تقدر تعمل عيدة خلاص راحت بجرتيجة تاني حاجات فسيولوجية حاجات بيولوجية حاجات بيولوجية رجعها فرصة الأمومة بالنسبة لها تقريباً نراحت لأن هي 47 سنة فخلاص فرصة الأمومة عندها هرموناتها وكل حاجة خلاص ده لو ما كانتش عاملة تجميد بويضات أو هي غير مؤهلة أو بيولوجية يعني فع تخلف وراء لها بالزبط فهي بالنسبة لها تحاول تعود النقص ده في حياتها لو تقدر تقرب من ممتها تاخد سواب عند ربنا مضاعف البر لأن الأم ما كانتش بالنسبة لها أم طبيعية فهيكون إن إكرام تتعامل مع الأم دلوقتي ببر ده هيكون سواب مضاعف بالنسبة لها يعني أنا اللي حستهم كده إنه ممتها مش موجودة حسستهم عايزين يخلفوا بالعكس يخلفوا عشان يعوضوا يعوضوا ما أنا قلتلك على حسب الشخصية فيه ناس عايزة تعوض عندها فائد ده تقدر تعوضوا في حد وفيه ناس مش قادرة تتعامل أو إنها تخد البيبي ده تروح به على قد شدة الوجع هي تواجعت لدرجة عملت لها كل كيعة جوة يعني حتى مش عايزة تفرحها طب ليه الأهالي ساعات بيزلوا عيالهم تقولها يا الله ده ما تجوزتيش وتعيرها هي مش أم أساسا ما هي أساسا اللي ثابت طفلة وثابتها واستغنت عنها وثابتها للدنيا كده هي فين الأم وفدأ أصلا لما بيقولوا كده لعيالهم بيحصل إيه أو أنت ما تتعشريش أو ما حد شايفك حلوة ده تنمر تنمر إذا بيروح يكلموا الناس تانية بتروح تكلم حد عشان يثبت لها أنها حلوة عشان يقول لها كلمتين عشان يتحكي على بنتك أيوة طبعا فانتي اللي تبقي في الآخر بتشربي اللي أنت بتعمليه أيوة طبعا أنا شتاب عيني أيوة طبعا هي كده هي بتكسر كل حاجة حلوة في بنتها بتكسر الثقة بتكسر طبعا كيانها بتكسر كل حاجة ده الأم والأب دول بيبقوا داعم لولادهم هما فيش واحدة تقبالك يروح نحن مكلم لها مش عارف ميني حرق لها دمها طب انت بتعمليه أيوة فدايما السيند واللي بيكون شخصية الطفل أو شخصية البنت الأم والأب في البيت أول حاجة طبعا أفضل قوي فيها حتى لو البنت مش حلوة انت زي الأمر انت مش شايفة نفسك نا والله انت مش عارف إيه ده الأم هاتف ماشي حلوة البطة جميلة والله العظيم أنا بشوفكم انت عارفة واما خارك يا طن تسايفه معينا كده ليه ممكن تكون مش حلوة خالص البنت ومن قطر الثقة اللي مامتها وبابا حسن هي ملك الجماعة تقول لك آية في الجماعة بنتي آية في الجماعة والله العظيم وعايز أقولك حاجة حطوا الثقة دي جوة البنت فالبنت مش حلوة وتحس انها شايفة نفسها جدا انها أمر وشوف نفسها علينا حضرتك يحدا اللي بنتأذي من عيالك يا مدان نحن اللي حتى نتكلم فيها أخذت الثقة منين من مميتها واسطت نفسها جدا ومميتها عملت كده معيها والله العظيم أعرف ناس على السوشيال ميديا انه الناس تقولك يا رب ربع ثقاتها بنفسها أطبعا وأكيد ووراها أمه أطبعا أطبعا أن الأساس البيت الأساس البيت والأم مدرسة صح؟ الأم مدرسة من أعدادتها أعدادتها شعبا ضيما ما حصلش بقى هنا كده هي ما لقيتش ولا مدرسة ولا لقيت أي حاجة طبعا نقدر نقنعهم هما إزاي يعني الاثنين إزاي فهو في أمل ولا بلاش نقنعهم ولا إيه هو بصي والموضوع صعب أنا 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 كلامي مع إكرام أن هي تحاول تاخد السواب داعفين أن هي تحاول تبرم ممتها تروح مرة في الأسبوع حتى بلاش تروح تعيش هناك على طول صح تروح لها مرة في الأسبوع زيارة صح ما قدرتش تعمل ده تتواصل تليفونيا بس اللي أنا عرفته من القصة أن هي على طول كبتها حتى لما بتحاول دلوقتي تقرب على طول يا اللي ما تجاوزتش لغاية دلوقتي على طول بتطلع كل عيوب البنت اللي هي سبب فيها الأمن كانت سبب في ده هي الأمن مش معترفة بأي حاجة من دي